أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند أنا أستعرض بقى أكبر قدر من مشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة يعني رأيكم وتوقعاتكم لتشكيل مباراة الدحيل والأهل غدا إن شاء الله نبدأ مع بعض مختار محمود بيقول الأهل يبدأ بالشناوي في حراسة المرمى خط الظهر أقرم توفيق علي معلول أيمن أشرف بدر بنون أمامهم ديانج وحمد فتحي أفشا كهربا طاهر محمد شريف سامح محمد عبد الفتاح بيقول الشناوي معلول بنون أيمن أشرف أقرم توفيق أفشا السلية ديانج حمد فتحي طاهر شريف فيه يعني الناس بتركز في أسامي الناحي الهجومية بشكل واضح محمد مصطفى بيقول أي 11 رجل هيشرفونا بإذن الله كيمو كيمو بيقول الشناوي معلول أيمن بدر هاني حمد فتحي أفشا ديانج قهربا بوالية الشحات كيمو بيقول رأي عكس الأراء السابقة كريم بيقول أتمنى أن يكون محمد الشناوي في حراسة المرمى معلول هاني بدر بنون أيمن أشرف عمر السلية حمد فتحي أفشا طاهر محمد طاهر حسين الشحات محمد شريف أحمد مودي بيقول التشكيل الشناوي بدر بنون أيمن أشرف محمد هاني علي معلول أليو ديانج عمر السلية طاهر محمد طاهر مجد أفشا كهربا محمد شريف طيب دي مجموعة من الأراء وتوقعات الجمهور للتشكيل اللي ممكن يلعب بالأهل مباراة الدحيل في ناس بتتطفق على أن الأهل يبدأ بأكرم توفيف في ناس شايفة أنه ممكن يكون محمد هاني ويكون فيه جاهزية لكن الوضع في تعليقات الناس ورأيهم أنه فيه استقرار بنسبة كبيرة على البدء بكهربا وأفشا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف ده كنحية فيه الشق الهجوم يعمل في النهاية الاختيارات هي طبعا طبقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمن كل التوفيق يا رب للأهل في مباراة الغد الكل عمل أقصى مالة دي لا يتبقى سوى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى أنت موجود في حدث ومحفل عالمي نتمنى يا رب التوفيق للنادي الأهل في المشاركة الستة لكأس العالم للأنداء وتكون ضربة البداية والانطلاقة من مباراة الدحيل غدا موسيقى